بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المضافة اليوم بدي أحكي عن الأدب الأدب كلمة جميلة وكلمة بنسمعها دائما ولما بدنا نفكر في أي كلمة عادة في اللغة العربية بنرجعها لأصلها وأصل أي كلمة هي الفعل اللي بيسموه الفعل المجرد الثلاثي يعني الفعل المكون من ثلاث أحرف فالأدب مشتقى من الفعل أدب 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 منها أدب ومنها أدب ومنها مؤدب ومنها أديب ومنها مؤدب ومنها مأدب ومنها أدب عربي أدب عالمي أدب مقارن وهكذا هذه إحدى صفات اللغة العربية جمال اللغة العربية في علم يسموه علم الصرف علم الصرف يعني بناخذ فعل وبنصرف منه عشر خمستاش عشرين كلمة لها معاني هذا من جمال اللغة العربية لأنه اللغات الثانية ما فيها علم الصرف اللي في اللغة العربية وإن كان فيها بيكون محدود مش مثل اللغة العربية اللغة العربية علم الصرف فيها واسع جدا ومجرد ما الواحد عرف فعل أو كلمة برجعها لأصلها والفعل بصرف منه قد ما بده فالعلم الصرف أحد العلامات البارزة في لغتنا الجميلة لغتنا الرائعة جدا لغتنا العربية فالأدب من الفعل أدب والغريب أدب أساسا ما لهاش علاقة لا في الأدب ولا في الأدب لا في الأدب المادي ولا في الأدب المعنوي أدب الرجل يعني أقام مأدبة يعني المأدبة المأدبة تأتي من الأدب أدب الرجل أقام مأدبة ونسمع في الأخبار يعني بنقول وقد قام سيالة الرئيس أو جلالة الملك ب أقام مأدبة غداء على شرف ضيفه فلان مثلا أو قام الرجل ب أقام مأدبة عكذا فبدالما نقول أقام مأدبة غداء لضيفه بنقول أدب الرجل وكمان بنقول أدب الرجل أصدقاءه يعني أقام لهم مأدبة عزمهم يعني عزمهم نفس الشيء بنقول أدبت المرأة صديقاتها يعني أقامت لهن مأدبة عزمتهم يعني ممكن يكون منسف مقلوبة تبولة منبار فتي أي شيء أي شيء بنقول أدبة المرأة صديقاتها أو زميلاتها فمن هون أجت كلمة الأدب يعني الإقامة المأدبة دلالة على الكرم والأخلاق والصفات الجميلة والعطاء فأجت كلمة الأدب المعنوي يعني أدب الرجل ولده يعني أدبه أي عرفه بمكارم الأخلاق الحميدة وعرفه بالعادات الجميلة فالإنسان المؤدب هو الإنسان اللي بيعرف العادات الجيدة والأخلاق وبيكون مهذب بيكون لطيف بيكون كريم بيكون يعني صفاته بتكون جميلة جدا واللي عنده صفات حلوة ومحترمة بنقول عنه إنسان مؤدب والمؤدب هو من قام أحد بتأديبه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي أي أن الله سبحانه وتعالى هو من أدب الرسول وبما أنه فعل ماضي أي أن التأديب قد تم أدبه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم إذن في هذه الحالة التي أخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى هو من أدبه فهو مؤدب ومؤدب في اللغة بسموها اسم مفعول يعني في هناك مفعول به وفي هناك اسم مفعول ومؤدب اسم فاعل يعني في فاعل وفي اسم فاعل ما بدي أدخل في قوانين النحو والإعراب ولكن يعني هذا نبذي سريعا عن بعض القواعد اللي وردت في هذا الموقف فإذن الأدب هو هناك نوع أدب هناك أدب معنوي وهناك أدب مادي الأدب المعنوي اللي هو أن يؤدب الشخص ولده أو يؤدب أو يتأدب بتأثير آخر والأدب الآخر المادي هو ما عرفهم يعني الأشياء اللي بتنكتب مثل الشعر والنثر كل الشعر والنثر اسمه أدب طبعا النثر المقصود في الرواية والقصة وأدب الرحلات والأدب يعني كل ما يكتب من مقالات ومن ومن خطاب وإلى آخر كل هذه عبارة عن يطلق عليها أدب الآن من يكتب الأدب أو من يؤلف الأدب فهو أديب ومن يتصب بصفات حسني فهو مؤدب من هون بدأت طبعا في هناك يعني يتضح أنه في هناك علاقة بين اثنين يعني من يطلع على الأدب ممكن أن يتأدب من الأدب يعني اللي بيقرأ دائما لأن الكراءة تعني وجود كتاب تعني وجود موضوع فما حد بيكتب موضوع أو بيكتب كتاب إلا إذا كان أديب وكان في هناك أشياء مفيدة في هذا الكتاب لذلك كلما قرأ الإنسان كلما قرأ الإنسان أكثر كلما طلع أكثر على الأدب يتأثر ويصبح مؤدب فهنا هذه العلاقة لذلك يعني العلاقة بين الأدب المعنوي والأدب المادي والعلاقة بين الأدب والمؤدبة مثل ما حكينا وهذه العلاقة خلقت أجواء من الإيجابية والنبل والعادات الجيدة كلها مع بعضها أو أوجدت مع بعضها لتشكل مع معنى الأدب لكن الناس بشكل عام لما بيقولوا أدب بيعنوا في الأشياء المكتوبة أو الأشياء المؤلفة من الشعر ومن النثر في هناك تعريف للأدب يعني متعرف عليه يقولون بأن الأدب هو التعبير عن حالة أو صورة شعورية بصورة موحية يعني شو معنى هذا الحقي؟ معنى هذا الحقي أنه لما الواحد بده يقول بدل ما يقول الواحد والله أنا مشتاق لفلان ممكن يقول أنا على أحر من الجمر يعني أنني مشتاق بده يقول والله أنا أتألم بيقول والله أنا أتألم وكأني أجلس على جمر أو أنا كأني في النار أو كأني أتألم كأني مريض أو يعني وهكذا بده يحكي أنه أنا سعيد ومبسوط والله أنا سعيد كمن وجد كنزا أو أنا سعيد كمن لاقى صديقه أو كمن قابل صديقه وفجأة يعني تعبير عن حالي مثل ما حكوا بأسلوب موحي بحيث أنه الفكرة توصل للطرف الآخر يعني اللي بيقرأ الأدب توصل له الفكرة أو توصل له الموقف بطريقة جميلة لهذا الإنسان الأديب اللي كتب الأدب طبعا هناك عشرات الملايين من المقطوعات الأدبية والروايات والقصص القصيرة والقصص القصيرة جدا الفضاء واسع جدا وإحنا محظوظين أنه حاليا في الإنترنت وفي الوسائل التواصل الاجتماعي الوصول إلى الأدب سهل جدا والوصول حتى الكتب الكتب اللي كنا ندفع ثمنها زمان الآن ممكن تنزل أي عدد من الكتب بدك إياه وتقرأ أي شيء بدك إياه فهذا فضل يعني فضل من الله ويحسب للتكنولوجيا لكن هناك اللي بده يطلع على الأدب العربي في هناك كتب كتبت في الأدب العربي مثلا كتاب تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ وتاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي وتاريخ آداب اللغة العربية لجورج زيدان وتاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزياد حتى الأجانب كتبوا تاريخ الأدب العربي كارل دوكمان وترجم الدكتور عبد الحميد النجار وفي هناك كتب يعني سهلة وممتعة وفي هناك كتب شوية صعبة فمنها سهل جدا أن الواحد يشوف له يعني تاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزياد من أبسط الكتب وأفيض الكتب إذا الواحد بدي يطلع على تاريخ الأدب طبعا تاريخ الأدب مش سرد لتاريخ الأدب في هناك مقطوعات أدبية وفي هناك معلومات جيدة وفي هناك شعر وشيء جميل أن يطلع الإنسان على أحداث الكتب طبعا بالنسبة للأدب بيقولوا في هناك أمهات الكتب إنه وقف إن شاء الله مستقبلا مع موضوع أمهات الكتب نعرف فيها ونقول شيء أمهات الكتب لأنه لكن في هناك أمهات الكتب الأدبية أي أديب أي شخص بده يكتب لازم يطلع على هذه الكتب مشان يكتب إيشي حلو لأن هذه الكتب بتحط الخطوط العريضة والتدريب الجيد للإنسان اللي بنوي يكتب يعني ما الواحد ما يطبش طبي على الكتاب لازم الإنسان يطلع على الأدب القديم ويطلع على الأدباء وعلى الكتاب وعلى الشعراء وعلى شو كتبه ويقرأ يعني إذا بدك تصير أديب لازم تقرأ كثير إذا بدك تكوني أديبة لازم تقرأ كثير روايات وقصص وتفسير والقرآن الكريم لغة القرآن الكريم من أجمل اللغات اللي الواحد ممكن يقرأها ويستفيد منها إذا بده يكتب في الأدب يعني في ناس كثير بيقرأوا القرآن ويحفظوا القرآن لأنه بيعمل عنده أو عندها يعني بنك من الكلمات والتعابير الجميلة اللي بتلاقيهاش في أي محل ثاني من أمهات الكتب كتاب البيان والتبيين للجاحث وكتاب الكامل في اللغة للمبرد وكتاب الأدب لبن قتيبة وكتاب البصار والذخائر لأبو حيان التوحيدي والكتاب الأغاني للأصفهاني يعني قائمة طويلة من الكتب لكن هذه الكتب مفيدة جدا ومتوفرة جدا ممكن الواحد نزلها على اللابتوب أو على الآيباد بي دي ايف فايل مجانا وهذا فضل كبير للتكنولوجيا والناس اللي أوفروها لنستفيد ونقرأ منها فإذن الأدب والأدب مترابطان فإن شاء الله أنه الكل يسعى إلى الأدبين يعني أن يكون مؤدبا خلوقا متسامحا كريما لطيفا نبيلا وأن يكون أديبا وكاتبا حتى لو ما كتب الإنسان ممكن أنه يبحر في القراءة ويطلع والقراءة تؤدي في النهاية إما أن يكون الإنسان أديبا أو يكون مثقفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته